السلام عليكم أهلا بكم أعزائي متابعة القناة التعليمية مدرسة الشدلي مرحبا بكم من جديد اليوم قدي شوفوا الصفحة 129 من كتاب كتابي في اللغة العربية المستوى الثاني ابتدائي درسنا اليوم هو تصفية الصعوبات القرائية تصفية الصعوبات القرائية نبدأ أولا أقرأ الجمالة وأملأ الجدولة قرأوا هذه الجمالة ونعمروا هذه الجدولة هذا الجدول ما فيه؟ يقول لك أضع هنا أصدقاء هذه وضع هنا أصدقاء التي ما هي أصدقاء؟ يعني اللي بحال هذه اللي يديرون خدمة هذه اللي لهم هنا واللي يديرون الخدمة اللي لهم هنا هذه ممكن أن نقول هذه هذه مدرسة هذا كتاب هؤلاء تلاميذ هؤلاء تسميهم أسماء الإشارة لماذا تسميهم أسماء الإشارة؟ نشيره بصبع عنا ونقولوا هذه هذا وهذا وهذا اللي هنا اللي يكون فيهم هذه ممكن أن نقول هذا مثلا هذا الأستاذ الذي يدرسني يعني يعني هذا الأستاذ هو اللي هذك اللي يقولون نحن بالدريجة اللي يقرعيني هذك اللي مش هول هنا هذك البنات اللي يقرعه معايا إذن هذا أسماء الموصولة وهنا أسماء الإشارة نحن نرى الجمل نقرأهم واحدة واحدة هاجر الهزار الذي غنى هاجر الهزار الهزار هو هذا العصفور الصغير الذي يغند هاجر الهزار الذي غنى هذك اللي يغنى مع هذه ولا مع التي طبعا مع التي اللي يقولونها المذكة والتي يقولونها المؤنت إذن نقرأه الذي هنا الذي واضح هنا هذه بطة وهذا ديك إذن هذه بطة وهذا ديك وهذا ندرهم مع مع خطم هنا هذه وهذا عندنا جوج بذيك الجملة هذه وعندنا هذا الجملة الموالية تقول الأطفال الذين غابوا سافروا يعني اللي غابوا ما جوجلهم دراسة كانهم سافرا الأطفال الأطفال الذين إذن الذين فيها تكون طبيعة حال هنا الذين الذين غابوا سافروا شكلهم هذه 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 هذا ثم عندنا القطة التي تموء جائعة جائعة هنا هنا القطة التي تموء جائعة هنا ما أخوتها ما أصدقائها التي تموء جائعة هنا هذان هراني تكون ثم ثم هذان قطة ثم هذان 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 قطة ثم 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 الآخر ثم هذان 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 وهتان وضح ثم الجملة الموالية الكلبان اللذان نبح مريضان إذن اللذان هنا الكلبان اللذان نبح مريطاني. التي اللذاني هنا هاداني هاتاني. تلاحظوا بأنها هدو اسماء الايشارة درناها مباحدهم. هدي الاسماء الموصولة درناها مباحدهم. هادية اسمية دي رمف اللغة العربية. من اللي بعدها عتعرفوا هاد شي. احنا ده بغي ميزنا بيناتهم. كشفنا كل الوحدة في انكتها. ده بنا عودوا طرار الجمل. هاجر الهزار الذي غنى. هذه بطة وهذا ديك. الاطفال الذين غابوا سافروا. القطة التي تموء جائعة. هاداني هراني وهاتاني قطتاني. الكلبان اللذاني نبح مريضاني. وضحنا امر للسؤال الثاني. السؤال الثاني. شوفوا ماذا يقول املأ الفراغ بالكلمات المناسبة. ثم اقرأ. لاحظوا ما هي جيدة. البقرة تخور. و حصان يسهل. اذا صوت بقرة هو الخور. نقول البقرة تخور. ولكن ما نقولوش هذا. كماش في نلفو. لان البقرة مؤنة. اعمل هذه. هذه البقرة تخور. وهذا. لان مذكرة. اقول وهذا. حصان يسهل. ماضحة. اقول. هذه. 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 البقرة تخور. وهذا. حصان يسهل. اقول بنتاني. شونا نقولو. بنتاني. لانها مؤنة. مؤنة مثل نجوج. كانت مؤنة عيبة وحدة. بنت وحدة. اقول هذه. كما دلنا البقرة. هاتاني. 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 عندنا هنا. تعالجاني الهزارة. لطيفة. اذا. سيكون عندنا هذا. اسم موصول. هاتاني البنتاني. ألاتاني هاتاني البنتاني ألاتاني ألاتاني إذا نعودها مشكلو هاتاني بنتاني ألاتاني ألاتاني تعالجاني الهزارة لطيفة تاني يعني هذه البنيات التي يعالجها من المرض رغم ضيفة هنا هذه البقرة تخور يعني صوت البقرة وهذا حصان يسهل يعني صوت الحصان نسميه صهيلا إذن فالحصان يسهل هاتاني البنتاني ألاتاني يعني هاتو كله عالجوا الهزارة لطيفة أقرأ الكلمات فجأة فجأة فقط فقط هلا هلا تحت تحت مواء مواء نمر إلى قراءة النص القصير أقرأ مع رفقاتي ورفاقي تابعوا معي للحيوان حق عليك مؤنسك ومعينك لا يجوع في دارك أو يضمأ في جوارك وإن تعب اتركه يسترح وداوه إذا جره للحيوان حق عليك مؤنسك ومعينك لا يجوع في دارك أو يضمأ في جوارك إن تعب إن تعب اتركه يسترح وداوه إذا جره للحيوان حق عليك عليك مؤنسك ومعينك لا يجوع في دارك أو يضمأ في جوارك إن تعب تركه يسترح وداوه إذا جره إذا أشرح للحيوان حق عليك حيوانك تربيه راه عنده حق عليك كي ونسك مؤنسك ومعينك كي عاونك مثلا الكلب كيكون إما الحراسة أو كي عاونك مثلا في الرعي دي الأغنام أو غير كي لعب معك راه كي عاونك إنك تفوج لرأسك لا يجوع في دارك ليس تتاكله وتنعسك وتخليه في هجوع تنساه أو يضمأ في جوارك وليس يعطش وكله تشربه وعاد ما هدروش على النظافة تنظفه مرة مرة يعني مثلا أنك تغسله كما كانت أسمائها نحن الأخصوطها هو يغسل إن تعب تركه يسترح لا يا بارك علي خليه يرتاح وداوه إذا جرح ولا تجرح ولا تغسل تشريله الدواء والداوي وهذا حدي صفحة 129 كمناها إلى اللقاء موسيقى